المصر قوية بعد هزيمة ترامب وفوز جو بايدن أكيد الأنظار في العالم كله عربيا ودوليا هيحدث تغيير لكن مصر قوية أمام الجميع من خمس سنوات عدد لو كان ترامب مش موجود كان ممكن أقولك مصر تتأثر مصر في الخمس سنوات العدد استطاعت أم تبني جيش قوي لا جو ولا ترامب ولا أي واحد يأثر على مصر بالفضل الله سبحانه وتعالى في هذا التوقيت اللي احنا موجودين فيه أولا هو إيه الفرق أصلا ما بين جو وما بين ترامب ترامب يضرب بقوة لكنه يشتم بقوة أكبر صوته عالي بس هو بيضرب أما جو هو يضرب يشتم بقوة ويضرب بقوة أكثر يعني التاني موجع أكثر يضرب أكثر من صوته عكس ترامب صوته عالي وبيضرب التاني صوته أقل لكن بيضرب أكثر وعشان كده العالم بيضأ يفكر تفكيرات جديدة ماذا يحدث بعد هزيمة ترامب على الأقل كانت غير متوقعة العادة الأخيرة الفترات الأخيرة أي رئيس أمريكي بيستمر في الحكم ولايتين وعندنا أمثلة كثيرة جدا أوبايا ما كلينتون بوش كلهم تقريبا ولايتين ولايتين أما ترامب الحكمة اللي أنا شايفها أن ربنا سبحانه وتعالى جعلوا يحكم الأربع سنوات الأخيرة دي عشان مصر تستفيد بصدق لأن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش أجمل من ترتيبه ولا أفضل من ترتيبه فكان بناء الجيش المصري في عهد ترامب خرجت مصر من عباة أمريكا والوصايا والولاية والانتماء لجيش واحد واسلاح واحد ما عدش عندنا في مصر فعشان كده بنو علمونا النهاردة مصر قوية أمام ترامب أمام جو أمام أي حد أمام أي دولة مصر بفضل الله سبحانه وتعالى دولة قوية مصر اليوم غير مصر أمس وإن شاء الله مصر غدا أفضل من مصر اليوم فعشان بس يقول لي يتطمن حتى لو ذهب ترامب مش هتأثر تأثير إن شاء الله على مصر أبدا آه في دولة تتأثر كثير هو أصلا الترتيب الجديد العالمي هيكون في قرب مع إيران وإيران تنتظر هذا هل هيكون فيه تجمع للإخوان أم لا يحدث حتى وإن حدث كل ده مصر بفضل الله سبحانه وتعالى حربة العالم كله هو في الحرب اللي حدثت عندنا في سيناء وتذكروا إن احنا تكلمنا في حلقة من الحلقات عن أصعب يوم مرة على القيادة المصرية وعلى الجيش المصري وحدبنا يوم واحد سبع عالفين وخمستاشر وإن المخطط اللي كان يحدث في ولاية سيناء العالم كله كان ضد مصر إلا هيتغير يعني مشي ترامب ججو مشي غير لا مصر بفضل الله الآن أستطيع أن أقول مصر واقف على رجليها مصر الآن بجيشها مصر بشبابها مصر بفضل قيادتها مصر بفضل ما وصلت إليه الآن الحمد لله تستطيع أن تقف أمام الجميع وزي ما قلنا مرارا وتكرارا مصر ليس من عاداتها أن تعتدي على أحد ده سبحان الله دي من عمد ربنا إن مصر على مر العصور لم تعتدي مصر على أحد أكيد في المقابل لم ولن تسمح لأحد يعتدي عليها وما الخط الأحمر ببعيد ألم يكن منذ شهور خط أحمر لم يتجاوز أحد ولن يتجاوز أحد هذا بفضل الله سبحانه وتعالى فمصر قوية أمام الجميع مصر مرت عليها فترة شيء طبيعي بعد ثورات وبعد هزات وبعد وقوع اقتصاد أكيد مصر مر عليها أيام أصعب مما يتخيل أحد لكن الآن خرجنا من عنق الزجاجة كل قادة العالم يعلمون حجم مصر الآن فلا تخشوا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى سواء خرج ترامب لم يخرج ترامب أيًا كان الذي يحكم أمريكا اعلموا أن أمريكا دولة قوية لا نمكن هذا عندهم سياسات إن القائد أو الرئيس في أمريكا بيكمل سياسات من كانت قبله لكن هل هناك تأثير في خطة العالم على مستوى العالم ليست على مستوى دولة بسبب خروج ترامب هذا ما نعرفه من الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جمال أسعد السلام عليكم أستاذنا السلام عليكم أستاذنا السلام عليكم أستاذنا أخبار حضرتك عامل إيه تماما الحمد لله أستاذ جمال حضرتك ترامب يزعم أن هناك تزوير في الانتخابات الأمريكية هل بالإمكان أن يكون هذا حدث بالفعل بداية حدث أو لم يحدث ولكن لابد أن نخيم المشهد الأمريكي الانتخابي بموضوعية شدة تمام أمريكا دائما تتكلم بل تدعي بأنها باعثة الديمقراطية وهي التي تنشر الديمقراطية ونعلم ماذا حدث في العراق تحت مسمى نشر الديمقراطية في العراق تمام عندما يكون هناك انتخابات رئاسية بهذا المستوى وكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه مزور وأن هناك تصويت للأموات وأن هناك ترضى للمندوبين وأن هناك تحرّج بالأسلحة هذه الانتخابات وتلك الصورة يدعون دائما ونتحدث عنها دائما أنها انتخابات العالم الثالث فهل أمريكا الديمقراطية بعض ديمقراطية أم هي انتخابات كانت في دول العالم الثالث تمام ترامب يدعي ويقول أن هناك تزوير وهذه ليست أول مرة لأنه في 2016 أيضا كان هناك حديث من هيلر كلينتون بأن هناك تدخلات روسية لإنجاح ترامب تمام كما أن هناك كان قبل ذلك عام 2000 بين ألجور وبين بوشليب إذن نقول أن الديمقراطية الأمريكية هي ديمقراطية شكلية تتاجر بها أمريكا حتى تغفر سيطرتها على دول العالم تحت بند نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أما في جميع أن هناك تزوير يمكن أن يكون هناك تزوير ولكن السؤال هل تصل الديمقراطية الأمريكية والنظام الأمريكي والدولة الأمريكية التي تعتبر ويقولون أنها أقوى دولة في العالم الآن إلى أن يكون هناك سمعة دولية أن هناك تزوير وأن هناك رئيس رسب في الانتخابات ويقول أنني لن أقبل النتيجة ولن أتنازل عن رئاستي هذه أشياء لن نسمع عنها في أرض وأسوأ تاريخ سياسي حتى قبل التاريخ أستاذ جمال بما ذكرت قول ترامب أننا لن أسلم الرئاسة هل تتوقع بعد هذه الهزيمة سيرحل ترامب بهدوء؟ ترامب لا نستطيع أن نفصل أقوال عن أفعاله وعندما نحلل ماذا سيفعل ترامب من المعروف أنه صاحب شعرات كلامية مواقف حادة ولكن عند اللزوم ينسحب ويمكن أن يجذب وطوال الأربع سنوات الماضية نعلم ذلك يعني حتى هذه الفورة الترامبية التي يدعي أنه لن ولن ولن ولكن أعتقد أن التراث الأمريكي الديمقراطي والتاريخ الأمريكي والخوف على السمعة الأمريكية أعتقد أنه سيغضع أخيرا ويسلم الحكم سؤال الأخير لحضرتك هل السياسة الخارجية سيطر على تغيير بعد وصول بيض للبيت الأبيض؟ يا سادة أرجو ألا تنزعجوا هناك أسس استراتيجية للسياسة الخارجية لكل دول العالم تمام أمريكا وغير أمريكا القضية ليست قضية من يأتي ومن يرحل إنما عندما نتحدث عن السياسة الأمريكية منذ خمسة عقود ولا أقول أكثر من ذلك ما هي التغيرات الاستراتيجية في السياسة الأمريكية بين بوشي الإبن وبوشي الأب وبين كارتر وبين ريجان وبين كلينتون وبين ترامب كل هذه أشياء استراتيجية ولكن التغير في الشكليات التكتيكية تمام هذه أمور تكتيكية وليس استراتيجية والتراتيجية هي أمريكا أولا ليس شعار ترامب أمريكا أولا ده شعار أمريكي منذ انتهاء الاتحاد سويته وتبردت أمريكا بحكم العالم يقولون أن أمريكا أولا ولكن الآن قبل أن نتحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية ما هي طبيعة السياسة الآن التركيبة السياسية للعالم هناك لا يوجد قوة واحدة تحكم ليست أمريكا فقط هناك الصين الخادمة هناك الاتحاد الأوروبي هناك روسيا هناك قوة كثيرة جدا الآن تشارك في حكم العالم طريحة أمريكا لها قوتها ما زالت ولكن ليست أمريكا منذ مثلا ثلاث عقود أو أربع عقود وبالتالي عندما يقول هل بايدن هيأتي بجماعة الإخوان مرة أخرى نقول ما يعني هو عندما كانت كيلونتون وتسرب وتقول لنهم يساندون الإخوان أيام أوباما ثلاثين يونيو العظيمة والشعب المصر العظيم خرج أيام أوباما وأسخط الرقوان أيام أوباما ماذا فعل أوباما؟ ولا شيء وكان النظام من مصر بعد تسجون يونيو يواجه تحديات لا مثيلة لها أحسد تسجمال أسف المقطعة معزرة ورغم أن كانت مصر ليست بهذه القوة التي عليها الآن ما أنا بقول الآن مصر قوة إخليمية بقواتها المسلحة بتماسكها بعادة الأمن والأمان إلى هذا الكلام فأرجو أن يكون التحليل موضوعي ولا يعني ننجري في وراء شعارات لا علاقة لا بالواقع هل العالم وتركبة العالم وظهور الصين والاتحاد الأوروبي وقوة جديدة تجعل أمريكا تتخلى عن غطرستها في التعامل مع العالم؟ أعتقد أن الحزب الديمقراطي وبايدن بالتأكيد هناك متغيرات تيكتيكية تمام بمعنى تيكتيكية هي يعيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي هي يعيد اتفاقية المناخ عضويته في منظمة الصحة العالمية كل هذه القرارات الهوجاء التي اتخذها ترامب بالتأكيد بايدن هي يعيد أمريكا في هذا الغطار حتى يعيد الشكل الأمريكي التقليدي حتى يكون هناك تواصلا مع كل القوى بما فيها إيران تمام الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ جمال أسعد شكر لحدك على هذا التحليل الجميل شكرا أمريكا شكرا أمريكا أستاذ جمال كلم في نقطة مهمة جدا جدا الديمقراطية الزائفة وتشدق أمريكا سوف يكون في العراق ديمقراطية ما رأينا في العراق ديمقراطية وللأسف ولا حتى في أمريكا لم توجد ديمقراطية يقولون شيئا ويفعلون آخر مثلما حدث تماما في فرنسا حينما تكلم الرئيس الفرنسي عن الحريات ثم فعل ما فعل في سبه لرسولنا صلى الله عليه وسلم بداء واعي الحرية قلنا له أنت المخط وستندم حينما رفع المسلمون سلاح المقاطعة الآن هو يجني ثمار الخيبة ويجر أزيال الخيبة لكن نقول للشعب المصري اطمئن احنا دولة قوية مش هتفرع معانا يحكم ترامب يحكم كلينتون يحكم بوش يحكم بيضن أي كان الذي يحكم أمريكا نحن دولة قوية ونفرض آراءنا وقواتنا على الجميع قد إلي ممكن يحدث خلال الفترة القادمة فاصل ثم نرجع مرة ثانية لتكملة الحديث عن ماذا بعد الانتخابات الأمريكية فاصل ثم نرجع مرة ثانية مشاهدين الكرام أهلا ورحمكم مرة ثانية بعد الفاصل قبل الفاصل كنا بنقول أن الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب وأمريكا ما هي إلا ديمقراطية زائفة يقولون شيئا ويفعلون آخر وأكبر دليل الاتهمات التي حدثت في الانتخابات الأمريكية من تزوير وأيضا ذكرنا الرئيس الفرنسي لما تكلم عن الإسلام ووجد ردة فعل قوية ومقاطعة شديدة من المسلمين بدأ يتراجع في أقواله لدرجة أنه عندنا عاجل حاليا وزير الخارجية الفرنسي في قول عاجل له الآن يقول وزير الخارجية فرنسا نكنوا احتراما عميقا مش احترام عادي كمان نكنوا احتراما عميقا للإسلام ونؤمن بأهمية الأزهر والإمام الأكبر في الدعوة إلى التسامح شوف تصل حد فين؟ عشان كده احنا دولة مؤثرة احنا دولة قوية احنا لما بنكون مع بعض وهدفنا واحد نصل بإذن الله وبقول دعوة لكل المصريين الآن لم يبقى من الجيوش العربية بصدق إلى جيش المصري وبمناسبة نحن عندنا العالم كله بيفتخر أنه عنده منتخب بيلعب كروت قدم ومنتخب قوي وأنا أحب الرياضة وأشجع الرياضة وأتمنى لمنتخب المصري الوصول لأعلى المراكز ما احترامي لكل الرياضيين بنفرح بمنتخب كروت قدم إزاي أنا كمصري مفرحش أنه عندي جيش قوي وهو الأجمل وهو الأفضل وهو الأحسن إن لم يكن عندنا جيش قوي مستحيل يكون عندك كرة أصلا تقول لي بقى لا منتخب قوي ولا منتخب ضعيف إن لم يكن عندك جيش لم يكن عندك أمن وإذا لا يوجد أمن لا يوجد اقتصاد أي الدولة تسقط إذا لم يكن هناك أمن تروح بعيد ليه إلا حدث في اليمن إلا حدث في سوريا ماذا حدث في العراق ماذا حدث في ليبيا غير حاجة واحدة بس أضع الجيش عشان كده لا يمكن عاقل يقبل أن يتكلم أحد على الجيش المصري ومن فضل ربنا زي ما ذكرت في صدر الحلقة أو في بداية حلائتي وقلت مصر الآن غير مصر من خمس سنوات لا الوضع متغير تماما أنت تتكلم عن قوة بحرية مصرية السادسة السادسة على مستوى العالم أنت تتكلم عن جيش ترتيبه على مستوى العالم التاسع إذن مصر قوية أمام الجميع ليه الرئيس الفرنسي يلقى إلى هذا الإسلوب ومن زكاء المصطنع عندهم أنه يذهب إلى الأزهر وتسامح الأزهر هم درسينا كويسة جماعة العالم كله درسنا ويعرف أن كل مصري يكون كل الحب والتقدير للأزهر الشريف على مر العصور فضلا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الكل يقدره ويحترمه من مواقف له ثابتة تخص الإسلام أولا ثم تخص مصر كلنا خير شاهد ما رأيناه في فترة الماضية من شيخ الأزهر دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن مصر والوقوف بجوار القيادة السياسية المصرية حتى تعبر مصر برى الأمام بيلا عبد وقت على التسامح تب التسامح لما يكون عندنا الأمر وما في إيش تسامح عندكم أنتم لما تتسبب في أزمة ما بين الشعوب لابد أن تحاكم بالغباء السياسي أنا أقول الآن مصر بفضل الله أولا ثم بفضل جيشها ثم بفضل المخلصين والوطنيين من مصر وصلوا إلى درجة أتمنى من الجميع المحافظة عليها يا جماعة الوصول إلى القمة سهل أما الحفاظ عليه صعب جدا بعدما حدث أن بفضل الله فرضنا رأينا وسيطراتنا بل فرضنا على العالم كله إلزم الحدود أي حد يصل إلى مصر لا بد أن يحترم هذا الرأي بعض الأمور عندنا في انتخابات فمرحلة أولى مرحلة تانية آه فيه كلام ممكن نسمع بعض بوازع يا جماعة اللي عايز يقول حاجة من حبي لمصر ومن خوفي على مصر ونسمع أراء بعض لعل وعسى نطلع في الآخر بنتيجة ترضي الجميع للصالح العام معا على هواء مباشرة الشاعرة نور هاني وهي كانت من ضمن قائمة نداء مصر في الانتخابات عشرين عشرين سلام عليكم سيزا نور السلام عليكم السلام ازاي حضرتك يا دكتور أخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله يسنم ربنا إعداد برنامج مع القادة وصل إليه بث مباشر لحضرتك ووصل عدد المشاهدين ليه لـ 150 ألف مشاهد الكلام ده صحيح؟ في البداية اللايف ده كان بيكلم عن المال السياسي كنت بقول لها للمال السياسي يعني الفيديو ده يخص حضرتك طبعا أه اللايف ده حتى منشور على صفحتي طيب هل فعلا عدد المشاهدات مية وخمسين ألف؟ لا ده هو كان نزل عيوم ستة وعشرين ده كان بعد الانتخابات بـ 72 ساعة بالزبط كان الهدف من اللايف ده نصحت من النوم طجئت على بيجي بتاعت مستقبل وطن بيقولوا فيه إن فيه بيان إن واحد برع بـ 8 مليون جنيه لمستقبل وطن تمام ده كان الهدف من بداية اللايف كلمت طلعتك كلمت عن المال السياسي وحتى أنا أممكن لما ذكرت استشهدت من البيجي بتاعتهم وبعد حوالي يومين بالزبط كان وصل يعني بعد عشرين ساعة كان وصل لربع مليون مشاهدة ومن خلال ريموف اللي حصلت على البيج اللايف وقف أكتر من أربعة أيام قبل توقف الصفحة كان عدد المشاهدين 250 ألف كان وصل آه بعد عشرين ساعة من بس اللايف تمام للربع مليون وإيه اللي حصل بعدها؟ حصل ريموف للصفحة وفجأت إن اللايف تقفل يعني أنا لقيت الناس بتكلمني بتقول لي هو اللايف يتمسح لي بعد 250 ألف مشاهدة ربع مليون مشاهدة حصل إن الصفحة تقفلت عند حضرتك بالزبط كلها مش الصفحة اللايف تقفل اللايف بس اللايف تقفل لمدة أربعة أيام تمام إيه اللي حصل بعدها؟ وبعدين تمت تسوية الطعم لإني جالي من قدورة الفيس إن في تسوية ما بيني وما بيننا الشخص اللي طعم فيها وبعد التسوية دي حصل بالفعل إن اللايف رجع تاني بس ما رجعش بنفس قوة المشاهدة اللي كانت عليه يعني كان أول 250 لما رجع وصلنا دوقت حالياً لمية وخمسين ألف مشاهد لمية وستين النهاردة مية وستين النهاردة مية وستين النهاردة أستاذ نور طيب أنا يعني أنا مش يعني هنعرض الفيديو لكن الظروف معينة كده مش هيتم عرض الفيديو اللايف تابع حضرتك لكن أنا عايز يعني أشوف إيه حضرتك ما سجلت من تجاوزات في الانتخابات وحا تكت ذكرتيها في الفيديو ما هي أهم التجاوزات التي أستاذ نور وهي كانت بنفسها من ضمن قائمة نداء مصر ما هي أهم التجاوزات التي وقعت عليها أنا يمكن وضحت وذكرت في اللايف حاجات كتير قوية لو كنت استشهدت في اللايف كنت هتشوف أن اللايف لم كمية معلومات قوية جدا أهم حاجاتها لأنني لما استشهدت فيها من خلال الناس أنا أصحيت لقيت تجاوزات من خلال حتى الناس يعني الناس كانت مصورة الكاراتين وهي بتتوزع من عليها بيجي بتاعت مستقبل الوطن كمان الناس كانت يتوزع الفلوس 150 و 200 وممكن أنا ذكرت ده في اللايف أنا ما اذكرته بالصوت ولكن أنا استشهدت به من مقاطع مقاطع مسجلة بالصوت والصورة من داخل مقراتهم يعني حاجاتك عايزة تقولي لأستاذا نور لما تكلمت عن هذا الأمر مسجل لديها أو الدليل أو المسترد اللي يثبت أن هذا الكلام ليس كلام هيا آه طبعا كان موجود على اللايف حضرها بلقيت استشهدت باللايف كنت هتعرف كل الأدلة تمام إن في توزيع كاراتين آه بالنسبة الحزب حاجة زي ما ذكرت تمام النقطة الثانية آه النقطة الثانية من التجاوزات اللي امكان أنا شفتها بعيني كان فيه تجاوزات من التلقين من المناديب كان فيه مناديب بره بيتم تلقينهم اللي هو انتخي فلان آه رشح فلان وليك مقابل مادي لما تطلع هده هنا ده بيسمى بيه الورقة الدوارة التوجيه بالضبط كده تمام الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة من أول الأحزاب طيب علاجها ازاي دي ده لا يجوز طيب لو حبينا نعالجها نعالجها ازاي والله المعالجة ديت من خلال إن يمكن أول حاجة نمنع الموضوع ده إن الناس هي اللي تيجي بنفسها ممنوع منعا بتا إن هي يتم حج الناس بالطريقة دي تمام ولكن أنا عايزة أشكور جدا بجد من خلال برنامج حضرتك سيادة الرئيس والقضاء والجيش والشرطة لأنه كانوا في تعاون دائم ما بينهم وما بينهم بصراحة ما كانش فيه أي تجاوزات ويمكن أنا ذكرت في اللايف قلت يا جماعة أنا لما بقول المال السياسي بقول من خلال الأحزاب السياسية ولاست من مؤسسات أو حاجة تمام طب أستاذها نور سمعنا في الفيديو اللي حضرتك بس مواشر تابعك كان فيه خلفية كده حد مسك مسدس يعني حتى متناقش مع الإعداد ده إيه المسدس ده ومين في الخلفية عند حضرتك في الفيديو تابعك أنا لما عملت اللايف دوت أنا استشهدت بالشخص ده أنا كنت منزلة قصيدة اسمها انزل وشارك تمام دي كانت قصيدة بتدعو لروح المشاركة للشعب المصري مش لقايمتي أنا بس ولا لأي حد للناس كلها نايتنزل وتشارك تمام فجأت إن حد بنزل لي كومنت تحت القصيدة دي بالظبط وهي موجودة لحد الآن على صفحتي تمام حد قال لي بس يا فندم لما يكوني مرشح بالشكل ده فقلت له ده مين ده قال لي ده اسمه نائب مش بتذكره حتى اسمه فبقوله هو من مين قال لي مستقبل وطن طيب أنا لما طلعت اللايف وقلت إن الشخص دوت إزاي يبقى ماسك سلاح حتى لو سلاح مرخص الجهات الأمنية أو الجهات الرقبية يعني بتجوز إن هي لا تسمح لك تحمل السلاح في أثناء الفترة الانتخابية أكيد وده ممنوع منع بطن فهو لما استشهد قال إن هو بعدها إن ده رمزه حتى لو رمزك ممنوع منع بطن إن أنت تحمله يعني هو رمز المسدس ومسك المسدس فعليا بالظبط كده تمام وفجأت بعدها إن حد منزل الكومنت بمحاضر إنه تم إطلاق نار بس أنا معرفش مين مين في برضو حاجة أخيرة يا سيزانور في البست المواشر تبع حدرتك إن أحد ربما يكون تبع حزب ما بيقول إن إحنا حزب الحكومة إن إحنا يعني كلام كده لا يجب أن يكون على الإطلاق تمام ده بالفعل فعلا ده كان مرشح من حزب ومستقبل وطن أثناء طلقي المؤتمر بتاعه أو إحنا كل واحد بيكون لي حاجة اسمها المؤتمر الانتخابي اللي بيشرح فيه برنامج الانتخابي بتاعه تمام فجأت هو بيكلم في المؤتمر الانتخابي وده الناس هيا اللي مصورها لايفات وأنا استشهدت به في اللايف تمام بيقول فيه إن حزب ومستقبل وطن بيخدم عليه مؤسسات الدولة فعلا بيقول كده فعلا طبعا ده لا يجوز أنا تاني هستشهد أقول إن الدولة ليس لها أحزاب سياسية الكلام ده مش منقول عن لساني ولكن منقول عن تصريح من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إن محدش يتكلم بإسمي إحنا ملناش أي أحزاب سياسية على الساحة الاجتماعية تمام فمعناها إن مصر ملهاش أي أحزاب سياسية أو الدولة ملهاش حزب كمان استشهد قال إحنا مستقبل وطن زي الحزب الوطني زمان ما تخلوش حد يغلط بقى أنا أولا والفتاح تم تدولته عن طريق الجوجل وعن طريق مواقع كثيرة حضرتك ممكن تستشهد ديه والفيديو وصل لنا البرنامج مع القادة ولكن أحييك على شجاعة حضرتك وإنك استطعت أن توجزي نقاط معينة محددة في البث المباشر وكنت أتمنى أن يزع البث المباشر كاملا على الهواء لكن إن شاء الله ممكن ينزل على صفحة برنامج مع القادة كاملة لمن أراد أن يتابع البث المباشر سيزان نور حضرتك ومجموعة الشباب ما حدث هل يؤثر بالنسبة لكم أم إن شاء الله الأمل والطموح يستمر إلى أبد إن شاء الله حتى تقف مصر على قدميها ويتبوأ الشباب مكاناتهم التي تليق بهم أنا عندي أمل في سيادة الرئيس لأنني كان دايما بقول للأمل في الشباب وأنا واثقا من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واثقا فيه أمل كبير جدا واثقا فيه شعاع اسمه شعاع مصر فيه نور فيه أمل فيه بقى للشباب ودايما الرئيس كان بيهتم بالشباب في المؤتمرات وفي الكلمات بتاعته وأنا بحييه بجد الأستاذة النور هاني الشاعرة والتي كانت ضمن قائمة نداء مصر في انتخابات عشرين عشرين شكرا لحضرتك كنترول بيبلغني إن شاء الله الفيديو كاملة هينزل على صفحة برنامج مع القادة الأمر الثاني إن السيدة نور ذكرت إن كل ما قيل في البث المباشر معها مستند يعني برضو دي توضيحهم جدا لينا لو كنا نعرفه قبل الهوى كان فرق معنا كتير يعني هي لم تأتي من عندها بشيء استشهدت بالفيديو الذي يتحدث وقول إن إحنا الحزب الوطني القديم إن المحافظ الوزير بيخدم على نائب مستقبل وطن إن أي حد في مستقبل وطن يقدر يخلص مصالحه ذكر كلمة خطيرة جدا جدا لما قال الأجهزة التنفيذية تخدم على أضاء مستقبل وطن يجب أن يحاسب هذا الشخص يجب أن لا يمر مرور الكرام هذا الكلام خطير جدا جدا لما الرئيس يقول اختار صح لما الرئيس يقول الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب ومن كل المرشحين يجب أن يكون هذا الأمر عند الجميع ويتعامل الجميع مع الكل معاملة واحدة الأمر الثاني لانتخابات إحنا في المرحلة الثانية اليوم يعني تنتهي اليوم إن شاء الله للمرحلة الثانية من الانتخابات في الجزء المحافظات الذي لم يحدث فيه انتخابات في المرحلة الأولى نتابعنا أمس وتابعنا اليوم والساعة 9 مساءًا إن شاء الله هتظهر بداية النتائج وهتعلن إن شاء الله في صابحة غد إن شاء الله أو ربما بعد ساعات قليلة نتيجة هذه المرحلة أكيد هنقف على الملاحظات أكتر ونقف على أمور حدثت في الانتخابات أكتر ربما نتعلم منها ربما نسجل أخطاء ونحاسب أشخاص إحنا بنقول أمريكا الديمقراطية تنهر عندها إحنا عندنا الفترات اللي عدت على مدارة 30 سنة ديمقراطية في الانتخابات مين عارف يا جماعة يمكن وقعت عند أمريكا للديمقراطية وتبدأ عندنا ونقف نتعلم من أخطاءنا واللم أوراقنا ونشوف ما تم في المرحلة الأولى من ملاحظات ومن انتهاكات وما حدث في المرحلة الثانية أيضا من ملاحظات ومن انتهاكات ونستطيع أن نجلس جلسة حب وود للصالح العام ونقول لمن أخطأ أيا كان هو شخصه واسمه ومنصبه وما كانت يحاسب وأيا من كان مظلوما يرجع له حقه معنا اتصال هاتفي الأستاذة ولاء من الأسكندرية السلام عليكم سيدة ولاء السلام عليكم زكا دكت اهلا بحضرتك اهلا بك سؤالة اهلا بك سؤالة ممكن لو سمحت بس تكلمين من التلفون وبعد عن التلفزيون بقول لحضرتك موضوع الحلقة كويس قوي تمام شكر لحضرتك في أي ملاحظات في سؤال في حاجة استفسار لا بقول لك برضو ممكن ان شاء الله تبقى قوية بأهلها وشعبها صلى الله بإذن الله وبحيل أظهر السريف شكرا لحضرتك سؤالة ولاء من الأسكندرية فبنقول ان شاء الله يعني مصر قادمة وانتخابات اتعدى ان شاء الله لا نخسر الحب والود اللي بيننا وبن بعض بيننا صلة الرحم بيننا أمور كتيرة جدا جدا اه مختلفين في بعض الأشياء بس ما نتفق عليه أكثر ما تيجي نعوض مع بعض كي نشوف الحاجات نحن متفقين فيها ونبني عليها أمالنا وطموحاتنا ونشتغل عليها واللي احنا مختلفين فيه حاليا نركنه على جنب ونقعد فيه ربما نعرف نصل لحاجة ترضي جميع الأطراف مثل ما يقال يعني لكن مصر بفضل الله قوية ومصر قادمة ومصر قوية أمام الجميع وهتعدي واللي لم يوفق في هذه الانتخابات يا عمي خمس سنوات وتعدي بس أتمنى من كل دائرة من كل حي من كل مركز من كل قرية من كل بلد انتخب تعط وكانت مقتنع بيه أو لم تقتنع بيه فرض عليها أيا كان السببها خليل الخمس سنوات دي سجل عندك بقى يا حبيبي ماذا قدم لك مع العلم الدولة في مشروعات قومية لن يستطيع أحد أن يتاجر بها لا يقول لك لصرف صحي ولا يقول لغاس ولا يقول لغاس على مستوى الدولة بنتكلمش على محافظة بعينها ولا نائب بعينه خطة الدولة يمكن تواصلت مع مسؤولين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قالوا ان احنا قدرنا بالتنسيق مع المسؤولين والمحافظين نعمل خطة في كل محافظة هذه الخطة لم يستطيع أحد أن يغيرها باش ممكن هيشيل قرية من اللي موجودة في البداية ويحط قرية مكانها مستحيل طيب سألت سؤال طيب ما احنا شايفين يا جماعة في قرية سين بتشتغلوا فيها وجنبها قرية صاد ما بتشتغلوش فيها قالك ايا كانت تشغيل كل القرى لما يحصل تشغيل يحصل الكل سوا مع بعض طيب ايه اللي بيحصل انا عندي اكتر من مصدر للانفاق او لعمل المشروعات الصرف الصحي منها ما هو ميزانية الدولة منهم ما تحملته القوات المسلحة منهم ما هو القرض الاوروبي الذي انا بكلم على كل المحافظات بدأت تخصيص القرض الاوروبي لكل محافظة مبلغ هدرب على سبيل المثال للحص محافظة الفيوم تسعة ونص مليار جنيه للصرف الصحي من القرض الاوروبي فالقرى اللي هي شغالة مع ميزانية الدولة مثل فرقس والسعدية وسرسنة خلاص دول بها تشتغل مع ميزانية الدولة وبيعد لها قرصة الشروط وبيعد لها الامر وقريبا ان شاء الله يبدأ العمل قرى اخرى مثل مركز محافظة الفيوم سواء الصنباط هورة عدلان قرية سيلة القرى المجورة لها بدأ بالفعل اسناد الامر من القوات المسلحة المخابرات والعمل ببعض القرى وسوف يتم العمل على جميع القرى طيب سألت سؤال ثالث طيب يا جماعة لو في قرية حتى هذه اللحظة هم ما مش عارفين جايين في الصرف الصحي ولا مش جايين ما ناس عايزة تعرف اذا كان ما سألت النائب يعرف شيء القرية ويحط قرية يناموا قدام بيت النائب بقى قالك لا لا دا فيش دخل لا النائب قديم ولا النائب جديد ما احترام للجميع طيب ايه اللي يحصل قالك يراجعوا مسؤولين القرى الرئيس الوحدة المحلية يروح عنده يا باش مهندس فلان يا استاذ فلان يا دكتور فلان ايا كان الشخص الذي يتولى قيادة الامر في القرى يسألوه تواصل لنا مع شركة الشرب والصرف الصحي تواصل مع المسؤولين في المحافظة اللي انت فيها مع مسؤولين شركة المياه والصرف الصحي لان لابد من كل قرية هيتم فيها صرف الصحي يكون فيها ارض تبرع لعمل محطة للصرف الصحي سواء تم استخدامها او لم يتم استخدامها فاحنا هنتكلم مثلا فيه سين من القرى في صاد من المحافظات في عين من المراكز عايز يعرف هو جايب خطة الصرف الصحي ولا لا بيتقدم اه احد الشباب منهم احد النسل اللي هي متابعة الامر لرئيس الوحدة المحلية رئيس الوحدة المحلية بيخاطب مجلس المدينة مجلس المدينة بيخاطب اه اشتركة المياه الشرب والصرف الصحي اه قرية كذا بيستفسروا او لو كحي يتواصل مع مسؤول اه مباشرة في الشركة القابضة يذهب الي او الى المسؤولين وفيه يوم مخصص في كل محافظة اسمه يوم التقاء بالجمهور اه اي انسان يذهب للمسؤولينك احنا قرية كذا اسمنا مدرك في الخطة ولا لا اه مدرك طب الحمد لله طب اسمنا مش مدرك نعمل ايه هيقولك عايزين كتاب تبرع بقطعة ارض بالشروط كذا وهيتم الامر فانا عايز اقول ان الصرف الصحي جميع القرى على جميع المحافظات على مستوى كل المراكز الصرف الصحي داخل فيها ان شاء الله ده قول المسؤولين طب القرية اللي بتعمل فيها النهاردة القرية التانية اللي جانبها يتعمل فيها بكرة ومش هيشغل قرية قرية كل القرى هتشتغل مع بعض فنهدى بس كده وانتابع امورنا ده بالنسبة للصرف الصحي بالنسبة للغاس عشان دي مشروعات قومية الدولة نفسها اول ما بتعرف ان فيه قرية تم الانتهاء فيها من عمل الصرف الصحي مباشرة هيعمل فيها الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي يشتغل عندنا بطريقتين الطريقة الاولى ان فيه انابيب ممتدة من المصدر الرئيسي من المحطة الرئيسية الى البيت طب فيه بعض المراكز بعض القرى بعيدة جدا جدا وصعب تمشي لها مصورة غاز لهذا المكان ايه لا يحصل؟ هيحصل انها يتم عمل زي محطات داخل كل قرية وتتوصل توصلات للبيوت عادية جدا جدا زي التوصلات اللي موجودة في اي مكان بس محطة التغذية هيكون في مكان امن ومحطة التغذية دي تتم عن طريق انابيب ضغط كبيرة زي ما بننقل مثلا البنزين فعربية كبيرة مخصصة هننقل نفس الشيء فانبوبة كبيرة مثل العربية وهتذهب الى المكان الامن اللي هو محطة الغاز في القرية اللي بنتكلم عنها ويبقى فيه موجود غاز طبيعي في كل القرى بعد الانتهاء من الصرف الصحي الحاجة الثالثة رصف الطرق الدولة مهتمية جدا جدا بالموضوع ده اللي هيحصل عندي في رصف الطرق حاجتين الحاجة الاولى رصف الطرق بالفعل بعد الانتهاء من الصرف الصحي والانتهاء من الغاز الطبيعي باعلى جودة وباعلى موصفات وحاجة تستمر سنوات طيب هنفترض ان الصرف الصحي هيطول شوية والغاز هيطول شوية وعندنا الطرق متهالكة ايه لا يحصل؟ هيحصل فيها صيانة الصيانة دي مش هتتكلف كتير ويحصل زي اعادة مرة ثانية تمهيد الطريق ربما رصف جزء منه فهيتم صيانة مع عمل الانارة في هذا المكان يبقى الدولة هتشتغل معانا على اكتر من محور بالنسبة للصرف بعض الطرق ويمكن تأكدت من هذا الامر احنا عندنا قرية سيلة مركز الفيوم خط العدوى سيلة نازل في الصرف الصحي قريبا جدا جدا رغم من الصرف الصحي سما انتهاش لكن اللي هيحصل هيحصل زي صيانة لهذا الطريق رصف بعض الاماكن مش بالكلية تمهيد البعض الاخر عمل انارة عليه افضل مما هي عليه الان وهيحصل فيه تمهيد للطريق وصيانة للطريق بعد الانتهاء مرة ثانية هيحدث الرصف بعد الانتهاء من الصرف الصحي ومن الغزء الطبيعي بس دايحين احييكم ربنا الامر عايز ربما يمتد الى اربع سنوات حتى ننتهي من الصرف الصحي تماما خلال الخمس سنوات القادمة ان شاء الله معنا الاستاذ الاسلام من الكاهرة السلام عليكم السلام مصر قادمة مصر شغلة بمشروعات قومية بجد والقادمة ان شاء الله هيكون افضل عندنا برضو من ضمن الامور المرحلة القادمة يوم سبعة وعشرين حداشر ان شاء الله مباراة الاهل والزمالك الانجاز اللي حدث يا جماعة جميل جدا جدا لأول مرة قطبي القرى المصرية او اي فريقين من دولة واحدة يلتقوا في نهاي افريقيا في حد ذاته ده انجاز مش عايزين نبوز الانجاز ده بالانتماء لفريق اه كل واحد من حقه يشجع فريقه الاهل بيشجع الاهل والزمالكوية شجعه ده من حقهم لكن في الروح الرياضية اللي يفوز منهم نقوله الف مبروك والذي لم يوفق نقوله هارد لك وقدت ما عليك وشيء جميل جدا جدا ان نصل الى النهائي يكون اهل وزمالك فرقتين كرة لهم كل التقدير لهم كل الاحترام ليس مصريا فقط ولا افريقيا ولا عربيا بل دوليا الاهل والزمالك اتمنى من الجميع واللي بيكتب كلامي يصير الفتنة لا ما حدث فهو انجاز ما نبوزوش احنا بقى وما نخليش حد ينفخ في الكير مثل ما يقال ويبوز الفرحة على المصريين ايا كان من الفريقين حليفه الحظ والتوفيق في النهاي هنقوله مبروك ومن لم يحليفه الحظ هنقوله هارد لك معانا الاسترادة من الغربية سلام عليكم السلامة الله وبركاته اتفضل السلامة واي اتفضل يا باشه اتفضل معاك يا سيدريده اتفضل معاك على الهواء يا سيدريده اتفضل حضرتك ماشي احنا عندنا طريق ايو ايو عندك طريق اتفضل اتفضل عند طريق اه نمر البصل المصر السكوتشينة اللي هو تابع بتاع نمر البصل نادل عن نمر البصل. مصر بسم مصر كوتشينا. طالي لحد بلطين. هو من عندي نمر البصل لحد ما تروح. لحد عزب وبالنكارم الزغل والحد عزبة الشركة والحد مستجعية. الطريق ده معدوم معدوم بنزل في الشتاء معالي الباشا. احنا ميتين. يا اكتر اكتر من عشرة عزب. والطريق ده ميت 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 خصو محدش بينفعنا ولا انتخابات ولا عبامة للشعب ولا اي حد خصو قاله نزل في الخطة عشرة مرات. ومحدش بيسأل علينا خالص 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 خالص. استاذ رضا. حج رضا معي. اي مركز حج رضا. مركز المحلة الكبرى. مركز المحلة طيب اتمنى احد المسؤولين من محافظة الغربية لو سمعني يتواصل معنا. وحج رضا هنتواصل معك ان شاء الله. اه تليفونيا بعد الهوى. الكنترول بس تواصل مع امير رضا. ياخد بس البينات. ونقدر نتواصل مع المحافظة او نائب المحافظة اه في الغربية. شكر لحضرتك. اه برنامج مع القادة اه خلال الفترة القادمة اه بنقول ان احنا محتاجين مرسلين في كل المحافظات. اي السبب من يعني ان هزين حد معانا من كل محافظة بل من كل قرية. لي يا جماعة? هزين يكون عندنا شبكة. اولا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى سياسته اه لمصر ومن اجل مصر. وشعارنا مصر اولا ومصر فوق الجميع بجد مش كلام. فاي حد محب لمصر بل محب لبلدي يتواصل معنا. هيكون على الهواء حاليا على الشاشة. اه الارقام بنقول طب انا مطلوب منه ايه? مطلوب بس فقط منه يديني اسماء النواب اللي هم ربنا هي وفقهم. وارقام تليفوناتهم في الدائرة اللي عنده. ويديني ايه الطلبات اللي طلبها اهل الدائرة عندهم? ايه لا يحصل? برنامج مع القادة في سياسته في سياسته الجديدة ممكن الاعداد هيزعى مني ان انا اعلن سرا. كان المفروض ان انا اعلن هذا الكلام في بداية العام الجديد في الموسم الجديد. هنعمل تواصل مع كل النواب في كل المراكز حتى في كل القرى. هتجينا مشكلة في قرية ما. نعرف مين النائب اللي موجود هناك بكل ادب وبكل احترام. هنبعث هالو مرة واثنين وتلاتة. معالي الدكتور سيادة النائب باش مهندس ايا كان النائب اللي موجود في الدائرة. هنتصل عليه ونقول له عندنا مشكلة وتواصل برنامج مع القادة. وادي المشكلة عند حضرتك. بالمستندات. وكون حاجة عامة مفيش حاجة خاصة. هننتظر منه اسبوع اتنين. اذا عملها معانا. هنقول له شكرا لك. وعالهواء نشكره. طيب اذا عرفنا انه هو جبتك يا عبد المعين تعين. ليتك يا عبد المعين عايز تعان. لا في الحالة دي. هناخد الامر وهنصعده لنائب تاني ماش في الدائرة عنده في المحافظة برضو. طيب هافترض ان كل نوفوا محافظة ما. حظنا كده وقعوا. هنشوف نائب في محافظة تانية. ومعانا تواصل. احنا قدرنا برنامج مع القادة حصريا. مع سيادة اللواء مساعد وزير الداخلية. الاسبق فاروق المقرحي. وهو حاليا نائب في مجلس الشيوخ المصري. تعييما السيد الرئيس عفتاح السيسي. ان اي حاجة برنامج مع القادة تقف معنا. هندهاله. بس مش معقوله كل حاجة الدنيا بصهله على طول. الرجل هايزها منا. ولا هيرد علينا. فانا مش هديله للحاجة اللي نائب فيه يقع فيها ما يعملهاش. عشان كده برنامج مع القادة. عايزين تواصل من كل القرى. اه كتواصلت لنا مشكلة اه من قرية الناصرية اه مركز محافظة الفيوم. لعدم موجود موقف. مجرد بس ما اشارنا ليه اشارة. ربنا سبحانه تعالى اوجد من ينهي الام. السيد محمد آآ جومة عبد العزيز. وهو مسؤول مجمع مواقف قرية سيلة. آآ بفضل الله. ادره هو بنفسه. ينهي الامر ويخلصه. فالموضوع بس عزمان نتحرك. فله الشكر وله التحية وله التقدير. مشاهدين الكرام. مصر قوية امام الجميع. مصر قوية بفضل جيشها. مصر قوية بفضل امنها. مصر قوية بفضل شبابها. مصر قوية بفضل مخلصيها. مصر قوية بكم. الان التقي بحضراتكم في الاسبوع القادم. استودعكم الله الذي لا تضيعوا دائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.